أعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية أوضح للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبدلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم تأثر توفر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة ووجود رصيد مطمئن منها كما تناول الاجتماع جهود المضي قدماً في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية واستكمال المشروع القومي للصوامع لتأمين مغزون كافي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري أوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان الكريم وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري كما وجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طن للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وذلك في إطار دور مصر المحوري والمتواصل في دعم الأشقاء في غزة على المستويات كافة